كي تكون لنا سعداء بتقلق محمد صلاح ووحمد دايماً بيأخذنا هذا التقلق للكرة الزهبية هل محمد صلاح يعني خلاص دلوقتي بقى المنافس الأكتر يعني إن شاء الله منافسة على هذه الجائزة أم كمان ظهور بن زيمة في الفترات الأخيرة قد يعقر الأمور شوية وكمان وجود ساد يومانيه بعد طبعاً مقاد بلاده بالبطولة الأفريقية والوصول لكاس العام برضو هيكون منافس قوي شايف الأمور راحة زاد يعني أنا شايف محمد صلاح من أكتر المنافسة يعني أعتقد أنه ضمن مكانه في القائمة القصيرة يعني القائمة القصيرة اللي هي الثلاث لعيبة وأعتقد أنها تكون مكونة من الأسامة اللي حضرتك قلتها دي يعني بن زيمة وسادي ومانيه وصلاح أين كانت النتائج اللي جاية لأنه أولاً النظام أين كانت النتائج اللي جاية ولا النتائج اللي جاية ممكن تحسن لا هو نظام الكرة الزهبية السنة دي الأول مرة هيبقى بالأداء الفردي طول الموسم فكل اللي حصل ده يعني قصاد الأداء الفردي في الموسم هيبقى مختلف بس هيكون في استثناء في يعني البند دوت هيبقى متاخد بعند الاعتبار بس اه بزبط انما مش هيكون البند الرئيسي فاعتقد هي دي الأسامي اللي يعني قياساً الأداء الموسم كله وهيبقى كمان لي علاقة بالموسم الرئيسي في الأندية بس في اللي أنه معمولة قبل كاس العالم يعني كاس العالم مش هيبقى انكلودت في النتيجة عكس كل لسانة كاس عالم كم يعني مثلاً رونالدينيو وزيدان وجمعهم كنظارو كده عشان إيطالي أخذ الكاس العالم كنظارو خدها منهم وزيدان كان عمل أحسن كاس العالم في تاريخه في 2006 حتى أحسن من 98 اللي فرنسا أخذتها بس لهو كاس النطحة الشهيرة بتاعمة تيراتزي بس اللقص ده أقول يا كابتن انه أداء فردي يبقى صلاحه بنزيمة ما لهمش تايل يعني أداء فردي السنة دي صلاح بنزيمة فقط لغير ينافس معهم مانيه ينافس معهم دي برويني بس لو حطينا أداء فردي في كفة قياساً لكل اللي حصل فأنا شاف أن كريم بنزيمة بصراحة هو أفضل لعب في العالم السنة دي قياساً للمستوى اللي معا لعبت يعني السكواد اللي في معالي المدريد والسكواد اللي معالي ليفر بول ومدى تدخل كريم بنزيمة المباشر في تغيير نتيجة كل موش كريم بنزيمة السنة دي يعني يستحق عن جدارة جاهزة أفضل لعب في العالم حتى وقتنا هذا بس محمد صلاح يقدر يقلب الأمور في أنه يقدم أداء استئسناء إلى يونسا في نهاي الشامبيونز ليج يعني هي دي النقطة لأنه مثلاً تخلص بشكل تاريخي مثلاً أنه مثلاً محمد صلاح يجيب هاتريك مثلاً فيبقى الموضوع في الميزان بدرجة كبيرة يدخل أول الموسم الجديد لحقاد مالكرة يعني الدوريات تتوقف عشان كاس العالم يدخل مكتسح مثلاً صدرة هدفين الدور الإنجليزي وكريم بن زيمة برضو يعاني شوية من قل التوفيق أو حاجة هنا نقدر نعدل الكافة سأعتقد بالظروف الحالية محمد صلاح ضمن الوجود ضمن الثلاثة الأوائل أما الأفضل بالنسبة للسنة دي هو كريم بن زيمة لعام الموسم استثنائي كريم بن زيمة وزي ما أنت بتقول يمكن كريم بيظهر في الأوقات الصعبة بشكل أكتر من رائع رامون تاد على مستوى تشيلسي على كل مستويات الدوري الأبطال وحتى على مستوى الليجة أعتقد 28 هدف في الليجة الأسبانية ترجمة نانسي قنقر